مرحبا بكم من جديد إلى تفاصيل بحثة المستشارة الألمانية إنجلا ميركل والرئيس روسي فاتيمير بوتن الصراحة في سوريا وأزمة اللاجئين هناك وإعادة الإعمار وقال بوتين إنه يجب تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري ويجب عمل كل شيء من أجل عودة اللاجئين السوريين في أوروبا مضيفا أن تزايد عدد اللاجئين يشكل عبءا هائلا على أوروبا يعظف بوتين على وتر عودة اللاجئين السوريين لإعادة إعمار سوريا وهي نغمة يحبها الأوروبيون لا سيما المستشارة ميركل التي تواجه مشكلات محلية بسبب قرارها عام 2015 بفتح أبواب ألمانيا لمليون مهاجر معظمهم من سوريا وتريد نهاية الحرب للسماح بعودة اللاجئين يحط الرجل في ألمانيا قادما من النمسا التي حضر فيها حفل زفاف وزيرة الخارجية ويلتقي ميركل في زواج مصلحة دفع إليه ترامب حيث أن الزوبعة التي تمزق العلاقات الدولية التي تسبب فيها الرئيس الأمريكي أجبرت ميركل وبوتين على التعاون بعد سنوات من المواجهة فقد كانت ميركل من أشد المنتقدين لبوتين بعد قرار ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 لكن ترحيبها ببوتين في قصر يعود للقرن الثامن عشر قرب برلين أنهى عزلة بوتين وأكد دور ميركل الرئيسي في أوروبا مسؤولون اعتبروا أن روسيا تنظر إلى الخلافات بين أوروبا والولايات المتحدة حول التجارة والاتفاق النووي على أنها فرصة لإصلاح العلاقات مع ألمانيا من خلال تقديم نفسها على أنها شريك موثوق في المفاوضات وبحسب مراقبين فإن بوتين يحاول أن يستفيد من أخطاء ترامب الذي لدغ كل حلفاء بلاده وأن هذا الأخير مستمر في بناء حلف مضاد له دون أن يعلم أردغان مثلا وبعد عقوبات واشنطن على بلاده حلل الوضع واقتنع أنه يربح مع موسكو أكثر بكثير من ما يربح مع واشنطن فالمشاركة في إعادة إعمار سوريا تمر عبر التقارب مع روسيا وتركيا تريد حلا لمشكلة اللاجئين وانخراط شركات البناء التركية في هذه العملية الضخمة ومؤتمر إعادة الإعمار في سوريا الشهر القادم بين ألمانيا وفرنسا وتركيا والروسيا فرصة لبوتين للعب دور رئيس نتيجة العداء الذي خلقه ترامب مع حلفاء بلاده أرحب من جديد الأستاذ أحمد كامل الكاتب الصحفي ينضم إلينا الآن من إسطنبول وأرحب أيضا بضيفي من برلين الصحفي والمحلل السياسي زاهي علاوي مرحبا بكم ضيفي الكريمين أبدأ مع زاهي علاوي إلى أي مدى أستاذ زاهي تعقص حالة الخلاف الدولي الذي على ما يبدو أن سببه هو الرئيس الأمريكي ترامب في تقارب وجهات النظر والمصالح وهنا نتحدث عن روسيا وألمانيا في موضوع عودة اللاجئين والمصالح المشتركة بين تلك البلدان طبعا هذه الأهمية في العلاقات كانت واضحة في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الروسي مع المستشارة ميركل في ألمانيا بمجرد وصوله إلى قصر الضيافة طبعا هو أكد على العلاقات التجارية القوية التي تربط ألمانيا بروسيا وروسيا بألمانيا أكد على الاستثمارات الألمانية في روسيا وأكد على الاستثمارات الروسية في ألمانيا ما يعني أنه أيضا يلعب على الوتر الاقتصادي في العلاقات التجارية بأن ألمانيا تحتاج روسيا وأوروبا بحاجة إلى روسيا وكذلك بالعكس وأكد كذلك على الاستمرار ومواصلة ربط خط الغاز عبر بحر البلطيق لإصال الغاز مباشرة إلى أوروبا وبالتالي هناك علاقات اقتصادية تربط البلدين وهذا ما حاول أن يؤكد عليه الرئيس الروسي خلال زيارته إلى ألمانيا ولتقدم ألمانيا بالمقابل مساعدات في موضوع عودة اللاجئين الذي هو ملف ثقيل شاهدناه أنه كان بالفعل حمل على ميركل وحزبها وتحالفها في الانتخابات الأخيرة صحيح؟ طبعا هذا هو الوتر الآخر الذي لعب عليه الرئيس الروسي من خلال مطالبة الأوروبيين بضرورة دعم إعادة الإعمار في سوريا من أجل إتاحة الفرصة لإعادة اللاجئين من أوروبا بشكل خاص وكذلك من تركيا ومن بعض الدول العربية المحيطة إلى سوريا هو أكد على ضرورة مساهمة الأوروبيين في إعادة الإعمار في سوريا لأنه يعلم أولا بعد أن رفضت أمريكا المساهمة في إعادة الإعمار هو بحاجة ماسة إلى شركاء آخرين رغم تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بأنه سيسمح فقط للحلفاء والمقربين مثل روسيا وإيران والصين بإعادة الإعمار والاستفادة من إعادة الإعمار لكن الرئيس الروسي يعي هذه الخطوة بأنها هي عبارة عن تخيلات وأوهام وأنه لا يمكن الاستغناء عن الدعم الأوروبي لإعادة الإعمار خاص وأن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى 300 أو 400 مليار إذن هي أرقام خيالية لا يمكن لروسيا أن تضع هذه المبالغ لإعادة إعمار سوريا وبالتالي اللعب على وتر اللاجئين وعودة اللاجئين بالنسبة للرئيس الروسي هي ورقة يعرف أنها قد تلقى استقبالا واستحسانا لدى المواطنين الأوروبيين وخاصة في ألمانيا بعد صعود اليمين المتطرف في الكثير من الدول الأوروبية وبالتالي هو استغل هذه الورقة وقال للأوروبيين نحن مستعدين للتعاون معكم في حال أن قبلتم دفع الأموال لإعادة الإعمار وإعادة بناء سوريا كي يكون هناك فرصة لعودة اللاجئين خاصة وأنه من الصعب عودة اللاجئين في ظل الحرب وفي ظل أظروف القائمة والدمار الهائل الذي تعيشه سوريا هذه الأيام أستاذ أحمد كامل سؤالي لك من تصريح بوتين عندما يقول تزاعد عدد اللاجئين يشكل عبءا هائلا على أوروبا يعني مساعي روسيا واضحة في هذا الصدد وهي لا تخفي هذه المساعي سؤالي لك هل تلقى مساعيه آذانا صاغية خاصة في ظل تلاقي المصالح وتلاقي المدار أيضا ليس تماما أولا كل ما يقوله بوتين لسا كلام لسا ما حدا رجع وكله شعارات وكله دغدغة للعواطف أولا هو يريد أن يتصرف وكأنه هو المسيطر على سوريا وهو ليس المسيطر على سوريا أولا نصف سوريا وهو النصف الأغنى اللي فيه كل ثروات سوريا كل النفط وكل الغاز وكل الماء والكمح والقطن كله خارج سيطرة روسيا وفيه 11 قاعدة أمريكية وما رح يرجع للنظام ولا لروسيا كل شرق وكل شمال سوريا كله ما فيه ولا حتى شارع يصل المنطقة التي فيها الروسي والنظام وإيران وحزب الله والعراقيين هدول كلهم سوا بنص سوريا والنصف الغني ليس بيد روسيا فإذا يوهم الناس أنه يسيطر على سوريا وهو موجود في نصفها بالشراكة مع الإيرانيين وبالشراكة مع الإيران والعراقيين اتنين بده ياخد شرعية أنه أنا اللي بحكي باسم سوريا ووجوده في سوريا غير شرعي أبدا ثلاثة بده يعطي شرعية للنظام وهذه الشرعية غير ممكنة أيضا العودة بالظروف الحالية بدون مواجهة جوهر غير ممكنة لمن للسوريين أم الأطراف الدولية تتحدث أستاذ أحمد حتى للألمان حتى للألمان لا يمكن ألمانيا ترجع لاجئ سوري واحد إلى سوريا بحالتها الراهنة يستحيل قبل حال سياسي 8 ملايين سوري مهجر بده حال سياسي وبده تغيير في طبيعة النظام فيه 3 ملايين مطلوب يعني اللاجئين 8 ملايين من بيناتهم 7 ملايين عربي مسلم سني 3 ملايين منهم مطلوبين مطلوبين ما ممكن ألمانيا ترجع واحد ويدخل على السجن حتى تنقلع عيونه أو يحرق أو يعدن أو يختصر يعني باختصار ترى أن مساعي روسيا لن تلقى نجاحا حتى على الرغم من وجود ثغرات تلعب عليها روسيا لدى شركائها ونحن بانتظار أيضا قمة إلا إذا قامت بحل المشكلة الثورة السورية قامت لأنه في نظام مجنون متوحش وطائفي وأقلوي هون المشكلة وكل حكي بدون حل المشكلة كلام فارغ كلام فارغ والحرب لن تتوقف إلا بحل المشكلة وهي الخلاص من نظام طائفي دموي واستبدالي استعبادي أستاذ زاهي بدقائق معدودة يعني باختصار أرجو هل توافق أستاذ أحمد على موضوع مساعي روسيا وماذا عن القمة اليوم التي تجمع المتضررين إن صح التعبير بين قوسين في اسطنبول نتحدث هنا عن روسيا تركيا فرنسا وألمانيا طبعا هي القمة المزمة عقدها في الخريف القادم لم يتم تحديد الموعد حتى الآن ستكون هي قمة للتشاورات لا أكثر ولا أقل وهذا ما أكده الكريملين لكن أنا أؤكد على قضية عودة اللاجئين أنه من الصعب أن توافق ألمانيا على إعادة اللاجئين في ظل الحرب والدمار وفي ظل القمع الذي يعيشها الشعب السوري المهم في ذلك أن ألمانيا أيضا اعترضت على ما عرف بقانون الاستملاك الذي أصدره النظام السوري في الفترة الماضية والتي تقضي طبعا بالاستيلاء على أملاك اللاجئين المهجرين الذين خرجوا من ديارهم إلا إذا أثبتوا ملكيتهم طبعا كيف يمكن لملايين السوريين إثبات ملكيتهم في حال وجودهم أيضا خارج سوريا وبالتالي كان فيه هناك أيضا اعتراض ألمانيا على مثل هذه القرارات وطالبت ألمانيا مرارا المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على نظام الأسد من أجل العدول عن هذه القرارات وعدم انتزاع ملكية أملاك السوريين المهجرين وبالتالي لا أعتقد أن ألمانيا ستوافق على إعادة أي لاجئ هذه الأيام ولا حتى في الفترة المقبلة ألمانيا تتمنى أن يكون هناك حلا سياسيا في المنظور القريب وتتمنى أن يكون هناك هدوء ألمانيا طالبت بشكل واضح بضرورة وقف إطلاق النار ألمانيا قالت للرئيس الروسي بشكل واضح أنها تخشى المرحلة المقبلة في إدلب وتخشى أن يكون هناك كارثة إنسانية كما حصل في المناطق الأخرى وبالتالي ألمانيا تعرف مدى خطورة الوضع في سوريا وبالتالي لا أعتقد أنها ستوافق على إعادة اللاجئين في المنظور القريب إلى سوريا ولا أعتقد أنها أيضا ستوافق على تقديم الأموال من أجل إعادة البناء دون وجود حل سياسي واضح وبمعالم سياسية واضحة ومستقبلية ترضي الشعب السوري بالدرجة الأولى شكرا جزيلا لك ولمشاركتك الأستاذ زاهي علاوي الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة من برلين كل شكرا لأستاذ أحمد كامل الكاتب الصحفي كان معنا من إسطنبول على مدار الحلقة شكرا لمشاركتك أستاذ أحمد والشكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة ألقاكم غدا في حلقة جديدة وملفات جديدة بأمان الله اشتركوا في القناة